مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتميز اقرأ لأسبع الماضية تعرفنا على حركات وأشكال حرف الألف والباء والتاء والساء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والحلقة الماضية حرف الراء لكن حرف الراء في السكون يعني اصرعنا السنفي للأسف شديد أنا حاسس أن بعض أولياء الأمور مقصرين في الإملاء أنا قلت أي كلمات أخدها في الحلقة أو في الحصة المفروض أملها الإبن باستمرار لحد ما وصل للحلقة اللي بعدها وبنفس الطريقة وبنفس التهجي أنا الآن سأعمل إملاء على الهواء مباشرة بعض الكلمات قبل ما ندخل في حلقة النهاردة وحرف النهاردة النهاردة أسس ابنك صح 14 تمام؟ سلسلة أسس ابنك صح النهاردة قبل ما ندخل الحلقة هنعمل إملاء على الهواء مباشرة وحتبعتولي الإملاء بس مش عايز مساعدة من ولي الأمر بعد ازنكم مش عايز مساعدة من ولي الأمر أو من أخ عبر الواتساب هتبعتوا الإملاء صورة صورة الإملاء على الواتساب 0100-021-23-23 وبكرة إن شاء الله تعالى في حلقة الساعة 12 الظهر هعرض التصحيح بتادي الإملاء نبدأ دلوقتي يلا تلقى كراسة الإملاء احنا ما قلنا فيه ثلاث كراسات كراسة شكل الحرف كراسة صوت الحرف كراسة الإملاء تمام كده؟ تمام يلا حبابي يا حلوين يا مقطاطين نبدأ أول صفحة في الإملاء وهنبدأ إزاي؟ أقول لكم هتبدأوا إزاي؟ هادي كراسة الإملاء هنبدأ كده هادي الإملاء أهي هادي كراسة الإملاء ماشي أول أول صفحة هنكتب كلمة كل كلمة في صفحة هادي كراسة الإملاء أهي يا عم عزب ماشي هادي كراسة الإملاء أهي تمام؟ تمام هنبدأ في أول صفحة كل كلمة في سطر كل كلمة في سطر عندنا الأسطر الكبيرة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هنملي تسع كلمات تمام كده يلا بينا حبيبي حلوين تمام لا انا هنملي بس املأ دلوقتي واحدها هروح للصبورة تمام ماشي ما فيش مشكلة المهم هي كراصة الاملاء وكل كلمة في سطر يلا بيناها اول كلمة حبيبي حلوين وولي الامر يملي ابنه بالطريقة اللي حمليها له دلوقتي في بادئ الامر في المرحلة الاولى يمليه بالتهجي ما قولهوش مثلا ايه محسن يلا اكتب محسن يا حبيبي ده ايه ده ماينفعش طبعا لابده قوله ميم ضمة مو يلا نبدأ باسم محسن يلا حبيبي حلوين اول حاجة ميم ضمة مو حق ساكنة ماينفعش ننطقل وحدها مح سين كسرة سي يبقى مح سي ننضمة نو يبقى مح سي نو اقولها تاني دي محسن تمام محسن ماينفعش انطقها مرة واحدة كده عشان حبيبي الحلوين المقطاطين الصغيرين بقولهاله بالتهجي بملهاله في بادي الامر فاول كم شهر كده بملهاله بهذه الطريقة تمام اقول ميم ضمة مو حق ساكنة مح ماينفعش طبعا انطق الحق الساكنة الوحدة مح سين كسرة سي مح سي نون ضمة نو يبقى مح سي نو دي اول كلمة يلا تاني كلمة حبيبي حلوين هنكمل الاملة حبيبي حلوين مخرجنا نقول لنا فيه فاصل دلوقتي تمام هنكمل الاملة بعد هذا الفاصل جزب كي نرتقي بين الامام اقرأ فنور العلم ذاك اقرأ اقرأ مشاهدين الكمام ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير همزة تحت الالف كسرة اي تمام كده بقى ساكنة بعد الالف الكسرة يبقى اب بعد البقى الساكنة را فتحة را اب را اب را يبقى الف كسرة اي بقى ساكنة اب را فتحة را اب را تا تا مربوطة تا تا مربوطة زي الخمسة كده تا مربوطة على نقطتين يلا تو يبقى اب را تو معنا اتصال من فدوى السلام عليكم عليكم السلام عايزة بس تعرف انا مش عارفة عامل البحث مش عارفة عامل البحث بسنة كمه ما حبيتتي اهنأ بسنة اولى سنة سنة اولى سنة مش عارفة عامل البحث اه طيب تواصلي معانا على الواتساب تمام عشان دي بس برنامج تأسيس الاطفال وهقولك بالضبط تتعمل ايه على واتساب صفر مية واحد وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين تمام كده ماشي تمام ماشي شكرا العافو اه احنا خلاص كده عملنا كلمتين يلا تالت كلمة تالت كلمة بأسه طبعا مش هقول بأسه على طوب انا بقولها عشان ولي لأمر بأ فتحة بأ ألف همزة سكون بأ بأ تمام كده بأ فتحة بأ ألف همزة سكون ما ينفعش الانطاع الوحدها يبقى بأ سين ضم سو طبعا السين هتبقى الوحدها حبيبة حلوين منفردة عشان الألف رفاصة رفاصة السين صح كده حبيبة حلوين لابد نكتب الطريقة دي أولياء الأمور استهجوا مع الأطفال الحروب بهذه الطريقة تماما الطريقة دي تماما فعلا 0-0-21 0-0-21-23-23 لا 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 0-0-21-23 تمام وهو موجود على الشاشة تمام الحلقات حبيبة حلوين مشاهدين الكرام الحلقات دي أسس ابنك صح للأطفال اللي سمتعلمش القراءة والكتابة أي أسئلة تانية يعني أتمنى يكون أسئلة داخل داخل الموضوع تمام إحنا خلاص كده محسن وإبرة وبأس خلاص تمام رابع كلمة يلا رحيم رحيم بعد الحاق الكسر دي عاوزني مدها بالياء بقى حي مد بعدها مد بالياء يبقى را حي الياء مش رفاصة أحط بعدها ميم ألزأ جنبها ميم يبقى راحيم راحيم تمام كده كلمة اللي بعد كده ودود ودود يلا يلا مع بعضنا كده وو فتحة و وو فتحة و طبعا الواو رفاصة وو فتحة و ده الضمة دو و دو الده الضمة دي حنمدها بالواو يبقى دو و دو بعد كده ده الضمة دو كل حروف الكلمة دي حبابي حين رفاصة يبقى كل حرف الواحد و دو دو ناشي الكلمة اللي بعد كده ذو بابة ذو بابة ده الولي الأمر للطفل بقى ذا الضمة ذو ذا الضمة ذو بق فتحة ب يبقى ذو ب بعد البق دي حنمدها بالألف ب يبقى ذو ب بقى كده بق فتحة ب ذو بابة تأمر بوطة لازقة في البا تأمر بوطة كده حبابيبا حلوين علىها نقطتين يبذو بابة كلمة اللي بعد كده يلا يلا حبابيبا حلوين أنا أخذناكم كلمة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة يلا هناخد كلمة كمان يلا أج راما أج راما دا الولي الأمر الطفل ألف همزة فتحة أ ألف عليه همزة فتحة أ جيم ساكنة أج جيم ساكنة أج من فاش نطاقها لوحدها ومن فاش نكتمل لوحدها أج يبقى الآلف فرا فصة الجيم يبقى جيم ساكنة أج يبقى كده را فتحة را يبقى أج را ميم را فصة الميم ميم فتحة ما أج را ما نكتفي بالكلمة دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة حلوين أو كده سبعة حلوين هتبعتولي دلوقتي حالا هتبعتولي على واتساب صفر ألف واحد وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين وتصحيح الحاجة ها ورهلكوا بكرة إن شاء الله وتعالى في حلقة الساعة 18 كده خلصنا الإملة يلا نقفل كراصة الإملة ونبدأ في كراصة شكل الحرف ونروح على الصبورة نشرح إن شاء الله وتعالى احنا أقول له احنا في سلسلة أسس ابنك صح كام كام يا تامر تمام احنا في حرف ايه النهاردة هناخد حرف النهاردة أقولي عاوزين تبنراجع مراجعة سريعة على حركات حرف الراء كده تمام عشان برضو ايه حبيب الحيون اللي ما حضروش أنا مش عارف فيه واشي بس فقط لي كده ما فيش حد معا في الكنترول ولا ايه أستاذ وليد مش هنا ولا ايه أستاذ وليد أستاذ وليد يا ماذا بس أستاذ وليد روح فيه يلا حركات حرف الراء سريعا كده اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت راء فتحة راء راء كسرة ري راء ضمة رو الراء بعدها مد بالألف راء الراء بعدها مد بالياء ري يلا الراء بعدها مد بالواو رو الراء الساكنة يا حبيب يا حلوين ينفع انطاء الوحدها ما ينفعش انطاء الوحدها آآ أر لو اي ار تبلو او ار تبلو ح يلا معايا حر الحرف السكنة حبيبا حلوين ما نفعش أنطأل واحده تبلو حي حر تبلو حر تمام كده طيب سريعا سريعا عشان برضو حرف الراء نشوف أكتب كلمة كده ونشوف مينة حيقطعها لي حبيبا حلوين يلا كده يلا احنا قلنا حركات حرف الراء هي راء فتحة راء راء كسراري راء ضمارو راء بعدها مدبل ألف راء الراء بعدها مدبل يا ري الراء بعدها مدبل واو رو الراء السكنة ينفع أنطأل واحدها نفعش أنطأل حرف السكن لوحده حرف السكن حرف ضعيف لابد يجيب حرف قوي يسند ومتحرك يلا كده حبيبا حلوين ح فتحة ح راء سكنة حر 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 تمام كده تعالوا نشوف بها كلمة كده يلا حبيبا حلوين هنشوف هتطأوها ازاي وهتطأوها ازاي لمقاطع صوتية أن الكلمة بتتكون من مقاطع صوتية ايه المقطع الصوتي دي يا أستاذ ممكن يكون حرف ممكن حرفين ممكن تلاتة يعني المقطع الصوتي جزء من الكلمة حتة من الكلمة انا مش حارفة وصع الكاميرا دا الكاميرا دا يا أستاذي عزب على دي ولا على دي تمام ماشي تمام يبقى ايه المقطع الصوتي جزء من الكلمة اذا قطعنا الواحد وكده نعرف من المقطعه حتة من الكلمة جزء من الكلمة ازاي طب رح ماتو ام عزب معايا طالما الكنترول مش معايا خليك انت معايا تمام كده الكلمة دي كده هالي كده رأ فتحة رأ صح يلا كارماني ولا اي حد ايوة حق ساكنة يبارح صح مين فتحة ما يبارح ما تأضم تو يبارح ما تو بربو عليك يا عم عزب عايزونا اقطع كلمة دي المقاطع الصوتية عم عزب نعمل ايه معنا الاتصال الاول السلام عليكم بصل الاتصال نكمل ماذا يلا يا بلاش عم علي عشان بيزعي لاصلي بيقولك انا انا صوير يا باش وانس علي تمام كده يقولك ازاي يقولي يا عم علي ازاي تكبر مني يا عم علي انا بكرة حكمل 22 سنة يا عم علي بكرة عيد ميلادي رأ فتحة رأ حق ساكنة رأ يبقى اول ما اقطع يا عم عزب رأ شوف نطعناها نطعنا الرأ مع الحق الساكنة رأ يبقى ده ما اقطعه يا الله حبيبها حلوني ما اطاطين اهو رأ رأ نقطع واحد اقطعنا عرفنا نطع الواحد يلا ميم متحركة قوية ما بتعتمدش على حد بتعتمد على نفسها بس يبقى الميم فتحة ما رأ ما نقطع اعتمد على نفسها لبعدها سكون ولبعدها منت تمام التاء المربوطة هي حبيبها حلوني ما اطاطين لوحدها برضو كذلك يبقى رأ زي ما بنطع الكلمة عم عزب نقطع هبصي كده انا قلت ايه راح ادي مقطع ما مقطع تو مقطع راح ما تو واحد اثنين تلات تلات مقاطع صوتي برافو عليك يا عم عزب يلا حبيبها حلوني نهارده في حرف ايه ناخد حرفي نهارده عم عزب بعد الراء ناخد حرفي ايه هم يأ مش مذاكر كويس يا عم عزب يالله كده يا باش مواندس عالي عالوش ايه هناخد حرفي النهارده هم هو كابر نمو اللي اه لما اطلع بقى مش مشكلة لما اطلع ماشي هناخد حرفي النهارده حد يقولي كده هم اه عم عزب يا اولاد ماشي الراجل يعني كان الله في عونه مشاغل كثيرة فنسي الحرف الذي بعد الراء بوس يا حبايبي احلون يا مقطاطين النهارده هناخد حاجة زي الراء كده بالظبط يا اولاد حاجة زي الراء بس على نقطة ها اه شوف الخطأ الفادح اللي وقع فيه عم عزب الزين مش زين ابدا اسمها زاي اسمه ايه زاي بوس بوس واحس طونطط كده يا اولاد بوس بوس حبايبي احلون كده اه واحس طونطط كده وانزل كده اه عشان اعرف اكتبه سنة صغيرة فوق السطر كده والباقي تحت اه زي الراء تماما لكن عليها نقطة تمام كده اسمها ايه زاي 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 وعرف ازاي يا حبايبي يا حلوين معطاطين في فرق شاسع بينه وبين الزال فيه ناس بتنطع تلزين وخلاص بتنطع الزال زاي والزاي زال وتبقى سنة بيض لا دي اسمه زال 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 اما الثانية زال الثانية ايه زال السلك هنا تعالوا بقى نشوف ايه شكل حرف ازاي كده اهو اهو يا حبايبي حلوين حرف ازاي منفردا اهو 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 دي حرف ازاي منفردا احنا طلعنا كرات الشكل الحرف واو صفحة اليمين نكتب ازاي منفردا كده ثلاث مرات وننزل بيها يلا حبايبي حلوين يلا كده طيب حرف ازاي كده منفردا انتب عاوزين اننا يعرف حرف ازاي فاقول الكلمة حرف ازاي اولاد احنا فاتوا حرف ازاي من الحرف الايه المراققة زال 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 بابتسم وانا بقولها حلو كده وفي نفس الوقت حرف ازاي من الحرف الرفاصة طيب ايه الحرف الرفاصة يا استاذ حد يفتكر كده هم الالف ايوة هم ايه كمان الدال الدال الرا ازاي الوا واحد اتنين دلاتة اربعة خمسة ست ست حروف اهنا اسمها حرف رفاصة حرف رافضة هي الحروف التي لا تتصل بما بعدها تمام كده ترفص الحرف اللي بعدها ما تتمسكش فيه تمام يبقى حرف ازاي اهو فاول الكلمة اهو تمام وحرف ازاي اهو في وسط الكلمة اهو ليه شكلين بس يا حبيبي ليه شكلين فقط اهو شوفها لو لاحظته اهو طيب حرف ازاي فاول الكلمة عاوزين مثال عليه كده سريعا كده يالله يا معزب يالله اقول لي اي حاجة كده حرف ازاي فاول الكلمة حرف ازاي من الحروف الرفاصة بترفص اللي بعد يالله حرف ازاي ايه زرافته صح ولا معزب زهرته زهوره زمالك يالله مش عالك ميلي بشجع كرماني بشجع زمالك مش عالك بشجعه الا ايه يعني زرافته تمام كده ازاي اهو رفاصة الراء تمام كده ازاي فتحة اهو زا راء فتحة راء بعدها ما ادي بقى ازاي زراا فا فتحة فا زراا فا تأضم تو يبقى حرف ازاي من الحروف الرفاصة رفاصة الراء اه ده حرف ازاي شكله في اول الكلمة وحبايا طيب حرف ازاي في وسط الكلمة زي ايه يا ولاد حد يقول لي كده حد يقول لي كده قول لي يا عم عزب كده يالله حرف ازاي في وسط الكلمة تارزي تمام برافو عليك ممكن اقول كمان عزيز اهو ع لا عزيز عزيز طبعا باش مونس على عشان بيداي من كلمة ام علي انا بكرة ام علي تاريخ ميلادي بكرة يوم موليدي بكرة تمام كده لاثنين وعشرين عيني فتحة زاي كسرة زي زاي بعدها مد بالياء عزيز زاي ضم زو عزيز فيها زاي في اول كلمة وفيها زاي في وسط الكلمة اهو يا حبيبي اهو زاي اللي في وسط الكلمة اهو مسكت في اللي قدامها اهي تمام كده وممكن برضو زاي في وسط الكلمة ما تمسكش في اللي قدامها عشان تقول ليعا لا استاذ محسن ما استاذ محسن قال ايه ما استاذ محسن قال الحرف ايه في وسط الكلمة يمسك في اللي قدامه. او في اللي قبليه. وف خلص ومتنح لا يا حبيبي. تبقى هي وزيره مثلا اهي. اهي. و شوف الوا واهي. رفاص اهي. رفاص اهي. برغم هنا فص الكلمة اهي. الوا و رفاص اهزاي. وزي رو. اهي. الوا واهي. رفاص اهزاي. يبقى ازاي فصة الكلمة ممكن تمسك اللي قدامها لو الحرف اللي قدامها مش رفاص زي عزيز وإزاي في وسط الكلمة لو سبقى حرف رفاص أهي وزير هدي في وسط الكلمة هدي في أول الكلمة حرف إزاي فياخذ الكلمة كده يا حبايبي يا حلوين زي إيه أيوة ماشي برابو عليك يا عم عزب الرامز را فتحة را بعدها مده بألف را ممكسرة مين زي ضم زو بصوا را مي زو الأستاذ وليد عمارة مخرجنا مش سامع ومش عارف ليه را مي زو را بعدها مده بألف را ممكسرة مي زي ضم زو هدي الحرف اهو زي في آخر الكلمة مسكت في اللي قدامها ولو سبقى حرف رفاص بقى تعالوا نشوفه كده يلا كده هم يلا حد يقول لي كلمة آخر كلمة آخرها حرف ازاي كده هم لا عز ده عز هنا عز هنا هم عز في الحرف الزاي فين حرف ازاي لو ما تبهوش حرف رفاص عاوزونا حرف ازاي هنا الله ينور عليك يا مستر علي في روز اهو سبقى حرف رفاص اهو اسلام والله والله فسكرت علي لا كويسة اسلام والله انت معنا هم متابح حلو قوي ايوه كده يا اما عز اسمع صوتك كده شوف اهو حرف رفاص رفاص الزاي اهيه شوف يا اولاد اهيه شاك ان نعمل الكلمات بتاعتك كده يا محمد فؤاد ها فابيروز فاخر الكلمة حرف الزاي فياخر كلمة لو ما سبقهش حرف رفاص زي رامز وآه شوف شكلها هو وفيروز في آخر الكلمة حرف زي في آخر الكلمة لو سبقوا حرف من حروف الرفاصة كده حبيبا حلوين مقطاطين قراصة الشكل أنزل بالحاجات دي اللي خدناها كل كلمة خدناها نهار ده إن شاء الله تعالى حماليها للحصة الجيدة تمام؟ عشان كل يبقى عنده علم بس عشان كده مش هينفع أنا حاسس إن فيه إيه إهمال مننا تمام كده؟ كده قراصة الشكل إيه نعفلها وده الواجب بتاعكم يلا يا حبيب يا حلوين ده شكل حرف الزي يلا يا حبيباتي الكرام يلا هم مقالتو؟ تمام يا حلوين يلا بقى عايزين إحنا كده تعرفنا على شكل حرف الزي عايزين نسمع صوت حرف الزي أم عذب عايزين نسمع صوته نسمع صوته نعمله أم عذب نزغزغه؟ ها؟ لا طبعا مش هزغزغه خالص يعني ولا ضربه ولا زغزغه أعمل إيه يا أستاذ؟ بالحركات القصيرة والطويلة يا أستاذ الحركات القصيرة والطويلة حسمع صوت حرف الزي تمام كده؟ طب يلا كده حركة القصيرة يعني إيه حركة قصيرة الأول أم عذب؟ إيه إيه الحركات القصيرة؟ حد معايا في الكنتورية يا جماعة الناس نامت ليه؟ عايز حد معايا معاك إيه بس؟ انت مش معنا خالص حرف الزي؟ عايز أسمع حركات حرف الزي يلا يا أستاذ علي حركات القصيرة هبايب يا حلوين يا مقططين عشان ما تبتنسوا دايما الحركات القصيرة إلى الفتحة والكسرة والضم تعالوا نشوف كده يلا حبايب يا حلوين حرف الزي زي فتحة؟ زا زي كسرة؟ زي زي ضمة؟ زو تمام؟ كده؟ يا الله زي فتحة؟ زا شوف زا بص شوف أقول زا كده؟ زا بابتسم وأنا بقولها حرف مرقق حرف مدلع رؤية حنين على ري على ري لأستاذ عام ماشي؟ على ريض عمارة أبو الحنية كلها زي فتحة؟ زا زي كسرة؟ زي زي ضمة؟ زو زا زي زو زا زي زو دي اسمها حركات إيه؟ حركات قصيرة يا أستاذ فتحة كسرة ضمة حركات قصيرة تبعيزين مثال على حركات القصيرة كده يلا يا عم عذب؟ هم؟ يلا حرف الزي يلا فتحة كده زي إيه؟ هم؟ يلا زي فتحة؟ زا زارعا زارعا شوف حرف إزاي أهو؟ زي فتحة أهو زي فتحة زا را فتحة را زارعا عيني فتحة عا زارعا 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 تمام كده؟ بيفتحة على الرا عشان ما ناخد بالنا تمام كده؟ ده مثال على الزي المفتوح تمام كده؟ زي كسرة بقى زي زي كسرة زي زي كسرة زي زي كسرة زي زي ايه زي زي لأ زي ثا بعدها مد بلياء زي تمام كده لا احنا عايزين ايه كسرة فقط يلا يلا حبايبي حلوين كده ايه مفيش حد لا زاهر بعدها مد بالالف زاهر زي فتحة بس احنا عايزين زي كسرة لا بزور بالذال لا بزور يلا حبيبي يلا لا زراع بالذال تمام يلا كده تمام تمام ماشي حبابي احنا قلنا كده زي فتحة زا را فتحة را عين فتحة عا زا را عا طيب زي كسرة بقى حبايبي حلوين يلا زي كسرة و ايه زا را زا را لا زا را زا زا فتحة تمام الله ينور عليك تمام كده انت كده انا كنت هكتب كلمة صعبة عليك مش را دا عامي عشان الليه النبرة تمام كده الله ينور عليك تعال شوف كده بقى عم عازة بقى الكلمة جميلة جدا ها زي كسرة زي شوف بقى الحتة دي بقى احنا قلنا دي ايه اول ما نشوف الهمزة كده همزة حبايبي حلوين على نبق على ياء كده الهمزة على الالف الهمزة على السطر اسنها ا و اي وهمزة ساكينة برضو عادية خلص نهائي يعني الهمزة ممكن تكون بصول تاني الهمزة ممكن تكون كده ممكن تكون كده ا ا ا ا او ماشي والهمزة ممكن تكون يلا هبايبي حلوين ممكن تكون كده زي القرآن اهي تمام كده والهمزة كمان يا هبايبي حلوين ممكن تكون على السطر ا ا ا ا ا والهمزة يا حبايبي حلوين تعالوا شوفوا كده ممكن تكون كده اهي كده اي تمام كده وممكن تكون ايه كده وممكن تكون كده وهي برضو اي او ممكن تكون على الواو حلو كده اهو ممكن تكون على الواو اهيت ممكن تكون على الواو عادي ممكن تكون على تحت الياء اهي افوق الياء اهيت على نبرة بنسمي احنا على نبرة اللي هي على الياء حلو كده ممكن تكون A و E ممكن تكون عليها همزة كمان كده عادي جدا أهي رحب أيبها حلوين تمام كده يبقى الهمزة ممكن تكون أي حاجة بالشكل ده شفت الهمزة ما تتخضش يعني همزة على الياء ما تتخضش همزة على الواق ما تتخضش همزة على الياء هنا ما تتخضش على السطر كذلك زي سماء هنا مثلا سناء مثلا تمام كده هتقول مثلا هنا عاوز نكتب إيه مثلا شاطئ مثلا ما تتخضش خالص نهايه على همزة زي زعبق اهي اللي احنا هنكتبها دلوقتي تمام كده ممكن كمان تبقى زي ايه بيئة شوف همزة على فتحة اهي بيئة وزارة البيئة مثلا اهي هيئة هيئة كذا تمام كده يبقى الهمزات زي ما احنا شايفينها كده ما تتخضش يسمها ا و اي و او همزة على السطر همزة على نبرة على الواو هي كلها ا و اي و او عشان ما نتخضش امتى ما تتكتب على النبرة امتى تتكتب على الواو امتى تتكتب على السطر ده في السنة الرابعة ان شاء الله تعالى انت بس عليك انت اول ما تشوفها كده تقرأها عادي تمام كده اهزئ با قول اهي ماتخضش خالصا من الهمزة الهمزة لليتها على قده على نبرة يعني ماتتخضش هي هيئة زي رقسه زي الهمزة اللي هيئة إلى الف بالظبط الهمزة على ال الف هيئة إلى همزة على السطر هيئة إلى همزة على الواو هيئة greater همزة إلى نبرة تمام كده زيئة اه window فأس بقسة تمام كده اهيه زئ باقو زي كسره زي همزة دي بقى همزة هي سكون زئ بقى فتحة بقى يبقى زئ بقى قوم تمام كده زي زئبه زئبه يا حبيبي نفس الموضوع بئسة نفس الموضوع فأسه بس فأسه على الألف تمام كده بس على الألف على السطر على الوا وعلياء ليه بعملها كده مش عليكم السنة خالص ولا في سنة ثانية كمان ولا في ثالثة نأو الرابعة وإنت ماشي كده هني ايه هتعرفوا ليه تحطط على الهمزة الهمزة دي حطط على الألف طيب الهمزة دي تحطط على الإياء ليه الهمزة دي تحطط على الواوي ليه الهمزة دي على النور تمام كده طيب ازاي يضمه كده يا عم broad يا عم عزب زي يضمه ما عايزين مثال عليها كده هم يلا زي يضمه كده حبيبي زي يضمه زو هم زوه زي ضم زو ها ضم زهو الها دي بعدها همد بالواو زهو زي ضم زو ها ضم هو بعدها همد بالواو زهو را ضم رو زهو رو تمام كده؟ تمام؟ كده عرفنا زي فتحة زي كسرة زي ضمة زا زي زو وخدنا امثلة عليها وتعرفنا على الهمزات سريعا عشان ما ننسهاش كل مرة هفكركم بها حبايب يا حلو الهمزة عادي زي الالف عليه همزة بالضبط بالنفس النطق عليه سكوني وباء باء تأسا تحت على نبرة نفس الحكاية زي زئبق اهيه وزي فأس زي فأسه احنا قلنا ايه فأسه اهيه فأسه همزة على الالف اهيه بئسة مثلا اهيه شوفين على نبرة اهيه تمام؟ بس ليه تكتبت على نبرة ودي ليه تكتبت على الالف انا عاوزت تحفظها زي ما هي دلوقتي حالا اما بعد كده هقولت انا كتبت دي ليه على الايه على الياء كده او على نبرة زي ما بقولوا كده تمام كده؟ لها قاعدة بس هتعرفها سنة ربعة ان شاء الله تعالى تمام كده؟ يلا كده اتعرفنا على حركات القصيرة بتاعت حرف ازاي؟ ادي زي زرعة زئبقوا زهوروا طيب احنا قلنا الحركات القصيرة اكتبين عزب عادي هنا تمام احنا قلنا زي ايه؟ زي فتحة زا زي كسرة زي زي ضمة زو عايزين يا عم عزب نمدت زي دي هنمدها بالايه؟ زي فتحة دي مدها بالايه؟ الله ينور عليك علشان الالف بيحب بالايه؟ الفتحة اهو زا اهو مد بالالف اهو قال لي على طول حركة القصيرة الفتحة لما بيمدها بتبقى مد بالالف الفتحة بتحب يمد بالالف ومد بالالف بيحب الفتحة زا تمام كده طب ازاي عم علي زاي كسرة نمدها بالايه الله ينور عليك زي اهو زاي كسرة زي نمدها حنا نمدها بالياء عشان نمد بالياء بيحب الكسرة زي طب ازاي ضم نمدها بالايه عم علي فلاش عم علي دي عم عذب الله ينور عليك يا عم عذب الراجل محترم جدا زو يبه الفتحة عشان نمدها مندها بالالف الكسرة عشان نمدها نمدها بالياء اضم عشان نمدها مندها بالايه بالواو طب مثال سريع كده يا عم عذب عشان ننجز عشان الحلقة تمام كده عايزين كلمة فها مد بالالف يلا عم عذب كده أمال ايه بس بقولك بص يا ثامر فيها زاي يمد بالالف يا ثامر ايه ازاي بعدها مد بالالف زا هاكسرا هي راضم رو ازاي بعدها مد بالالف زا هاكسرا هي يبقى زا هي راضم رو كمام كده ازاي بعدها مد باليا كلمة كده يلا زا عزيز اهي عين فتحة ع زا كسرا زي عزيزيني مدها باليا عزيز زا يضم زو عزيز تمام كده ازاي بعدها مد باليا وعزيزيني مد باليا كده يا عم عزب يلا صح وبرضه هنا وزيره برضه تمام تاب هنا بقى يلا زيزو ا تنفع زيزو برضه ماشي بس عزيزوني كلمة ثانية يلا لا زر ولا نون ضم نو زي ضم زو بعدها مد باليا ونزو لم ضم لو واحد بينزل اجازة نزو لو اهي نزو لو تمام كده يبقى واحد ينزل للشارع واحد ينزل اجازة اسمها نزو لو تمام كده ادي المد بالي ازاي اهو بعدها مد بالو تمام كده فاضل السكون سريعا يلا حبيب يا حلوين اكتبوا الكلمات دي يلا عشان هتنزلوا بيها وهتتملوها الحلقة الجاية ان شاء الله وتعالى يلا حبيب يا حلوين هو استاذ علي والاستاذ وليد معك ولا هم ليه مش تسمع صوته يعني نعاوز تفاعل معايا يا جماعة عشان ندي للطالب او للتلميس في البيت نفس الشعور الحصة تمام كده لابد انه مع ابنائنا في الازمة اللي احنا فيها ولابد نتفاعل معهم عشان هم مش ما مش قادرين ييجو مدينة الانتاج نعمل احنا عشان في الحظر ده تمام كده هو مش عاوز ينطق مفيش مشكلة عادي يلا حبيب يا حلوين البائس ازاي الساكنة نعرف الانطق الوحدها ازاي الساكنة نعرف الانطق الوحدها هم يلا ازاي الساكنة ما نعرفش الانطق الوحدها تعالى عشان حرف الساكن حرف ضعيف ا ا از لو ا از لو ا از تبلوحة حز لو حي حز يلا حبابي ابلوحوا بقى حز وز 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 الحرف الساكن حرف ضعيف اوه اتنطق الوحد وابدا از 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 حز 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 فز حز لابد تعف عليه كده واسمع صوت حرف ازاي او تقول لي حر او تقول لي حب او تقول لي حق او تقول لي حت لابد اسمع صوت حرف ازاي كده لو انت واقف عليه متخبز وكذا سكون حز سكون مفيش حركة مفيش صوت حز وز تمام كده تمام يا حبيبي يا حليم كلمة كده بقى عشان نختم الحلقة يلا يا معزب اقرأ الكلمة دي يا معزب يلا طيب معاها كده يلا معاها كده عشان الجمهور يجي الله ينور عليك تمام كده الف فتحة الف همزة فتحة ا زي ساكنة ما انفعش انطاها لوحدها يا استاذ از ر فتحة ر يبقى از ر عين ضم عو از ر عو تمام كده تمام كده تبنوا يشوف كلمة تانية كده يا معزب هم ايو اخر كلمة هي نعم قول يا مش فاهم برضو يعني تمام كده تعمل كلمة كده يا الله يا عمي والله هو شارف حاجة المهم يلا انطق لي كده بقى يا استاذ وليه كده انطق لي كلمة دي يلا كده يلا حبيبي عن شو لا تعرف تقراها ولا لا وتستهجاها صح ولا لا يلا يلا حبيبي ايوة برافو عليك ايوة كده انا برد ليس افاكر انت برضه هو مين فتحة ما زي ساكنة ما ينفعش انطقها لوحدها يا استاذ وليه اوعى اوعى تنسى انت نسيته اللي ايه مين فتحة ما زي ساكنة مز شوف اهو اقف عليها كده مز ر فتحة ر يبقى مز ر عين فتحة ع يبقى مل ر ع تأضم تو تمام كده الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش انطقه لوحده ابدا لابد يبقى فيه قدامه حرف يسنده عشان حرف المتحرك قول تب تعالى بقى اخر حاجة كده نقطع الكلمة دي كده عشان نمشي يلا عشان نخلص الحلقة يلا عم عزب قطعها لي كده عشان امشي يلا عم عزب قال ايه يا استاذ فيها حرف ساكن يبقى الحرف الساكن مع له قدامه برافو عليك يا عم عزب اذ ر فتحة ر يبقى اذ ر عين ضم عو شوفوا عملنا ايه زي ما بنطق الكلمة بالزبط اطعها اذ يبقى مقطع ر فتحة ر مقطع عين ضم مقطع اذ ر عو اده واحد اتنين ثلاثة تمام كده ثلاث مقاطع صوتية تمام كده حبيبي يا حلوين كده خلصنا الايه حرف الايه حرف ازاي هاخد شبكة الحرف عشان اروح اختم بس شبكة الحرف بس اهو اخر حاج شبكة الحرف يلا حبيبي لو رمينا الشبكة على حرف ازاي حبيبي يا حلوين حيطلع سمك حيطلع سمك ام عزب لا طبعا حيطلع حركات حرف ازاي زاي فتحة زاي زاي كسرة زي زاي ضم زو ومد بالالف زا بعدها مد باليا يلا زي بعدها مد بالواو زو وازاي استاكينة يا استاذ اذ 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 برافو عليكم يا حبيبي يا حلوين كده بكده حبيبي يا حلوين يا مقطاطين يا استاذ واليد الجميل واستاذ ولي الجميل مبسوط جدا انتو حضرتوا الحلقة والله اكيد استفدتوا من الحلقة اشكر جميع زملائي في الكنترول وعم عزب خصيصا يعني والاستاذ علي المهندس علي علشان ما يحبش عم علي تمام كده واشكر جميع زملائي في القناة واشكر حضراتكم لحسن متابعتكم وإلى أنا ألتخي بكم الحلقة القادمة اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة